مرحبا بكم اعزائي ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي اللي من شاء الله ها غادي نحضر معاكم خبيزات رائعين وصحيين كانت منى كاملين يعجبوكم كيف ما كيبع لكم اهلا نحضرو خبيزات بالضقيق ديال الشعير وبلبلبلبلة ان شاء الله غادي نوريكم الطريقة مش كنحضر هذه الخبيزات كيجيو صحيين وكيجيو لذات لذات جيداً كانت منى غايت جربوه إن شاء الله ها غادي يعجبوكم كيف ما كيبع لكم هادو ما المقادر اللي غادي نحتاجو اول حاجة غادي نحتاجو زلافة ديالها البلبولة اللي غادي نكونو مرتبينها من قبل في المدافي تقربا واحد ساعة ديال المقانة باش جينا سهلة سهلة في العاجين و جينا يعني مفزقة ما غاديش تمحلنا وغادي نحتاجو معاها تقربا واحدة زلافة ديالها دقيق ناعم ولا دقيق الفورس وغادي نحتاجو نصف زلافة ديالها دقيق ديال شعير ولا دقيق شعير وغادي نحتاجو كس العنبه ديال الحليب وغادي نحتاجو نصف كس ديال زيت المائدة وغادي نحتاجو كس ديال الياغورت نافع وجنجلان تقريبا واحد جوج معالق واحد جوج معالق دياله الجنجلان خمارة حمرة وعندنا خاميره ديال الحلويات وعندنا فانيلا وعندنا ثلاثة المعالق كبار دياله سكر الخاشين ولا سانيده وغادي نحتاج واحد معالقه كبيره دياله الخاميره ديال العجين وغادي غادي نحتاج الماء الدافئ للعجن عدو من المقونات اللي غادي نحتاجوا باسم الله على بركتي الله دياله غادي ندوزو نعجنو العجن ديالنا اول حاجة غادي نوضعوه غادي نوضعو الدقيق الدقيق الناعيم غادي نحتاجو دقيق الشعير كيف مكتليكم نصف زلافه وغادي نحتاجو البلبولة ديالنا اللي فزقناها من قبل غادي ناخدو نصف الزلافة اللي غادي تكون بالبولة اللي باقي من فزقاش مني كان فزقها فلماكت عطينا زلافة كاملة وغادي نخلطوها مع الدقيق كيف ما عرفتوها غادي تكون شوية معجنة غادي نحتاجو معلقة دي لحبة حلوة ونفع ومعلقة دي لجنجلان وغادي نحتفظو بالباقي باش نزينو به الوجه دي لخبزات دي لنا غادي نوضعو السكر غادي نوضعو خميرة دي الحلويات 8 جرام غادي نوضعو الفاني ولا فانيلا تقدروا تضيفو الماء دي الفانيلا عندكم وهناي عندنا الحالي بدافئ غادي ندوبو في الخميرة دي لنا غادي نوضعو قصد دي الياغور تاندرت الفاني غادي نوضعو الزيت وغادي نعجنو المكوينة دي لنا مع بعضيتهم كيف ما بليكو مرة غادي تكون شوية العجينة مرخفة يعني غا نرخفوها حانتا ما زال غادي تشرب لنا ديك البلبولة غادي نحاولو نجمعو العجين بشوية ديال الزيت وغادي نغطيوه وغادي نخليوه تقريبا واحد المدة دياله 15 دقيقة غاير بد ما يتشرب لنا داك العجين ومن بعد غادي نوضعو نحضرو الكويرات ديالنا في واحد اللاطال اللي غادي تكون مدهونة بالزيت هنها غادي نحتاجو البلبولة اللي ينفزكة غادي نحتاجو الشوفان النافع الجنجلان قاعد شي غادي نحتاجو في الزيت وغادي نحتاجو هنا واحد البيضاء اللي مع شوية ديال الحليب كنبقوند هنو يدينا بالزيت كنناخدو واحد الكيمية من العجين كنديرو به كويرات اللي غادي تكون متساوية ديال الحاجم بها الطريقة كيفما بلكم انا الوجه كنغتصوه في هديك البلبولة اللي قتلكم فزقة من قبل كنزينو بها الوجه ديال الخبيزة ديالنا غادي نديرو واحد الكورة اخرى ولكن ثم تزين ديال الوجه كيبقى اختياري وحسب الرغبة انا غا نوريكم اشكال من عندي ولكن ثم تقدروا تبطاكرو كنوضعوا البلبولة على الوجه بها الطريقة كنبقى ندهني ديال بالزيت لان العجينة شوية مرخفة باش مدلش لسق اللي يكون في ديالكم كنعود معاكم الطريقة هكذا غادي تفهموا الطريقة اللي درت بالضبط كنبقى نحطوهم في دوك اللي اه في ديالك الطوالي دهنه من قبل بالزيت انا هادو غادي نحطوهم ما فيهم موالو من بعد غادي نوريكم الطريقة باش غادي نزينهم بحال الطريقة باش كنصيبوا القريصة بالضبط كنكوروا العجينة بها الطريقة بوحد الاشكال اللي غادي يكونوا متساويين يكون حجم متوسط باش مني غادي يخمروا وغادي يطيبوا لنا غادي يجي الحجم ديالهوما معقول من بعد ما غادي نكور العجينة ديالي كاملة كيفما كيبان لكم غادي نغطيهم وغادي نخليهم واحد لمدة دياله تقريبا ساعة ديال ما قانوا حتي يختمروا واضع في الحجم ديالهم ومن بعد غادي نزون حضرو باقي ديال المراحل كيفما كيبان لكم من بعد مما اختمروا هادو والشكل ديالهم غادي ندهنهم بواحد شوية ديال البيض مع الحليب باش يعطينا واحد اللون اللي جميل غادي نوضع الشوفان كيفما قلت لكم الزرارع والحبوب تقدروا تزينوا باي حاجة عجبتكم وغادي نضيف في الخرين شوية ديال الجنجلان وكيفما كيبان لكم تقدروا تضيفوا حبة حلاوة والنافع تقدروا تزينوا الوجه باي حاجة عجبتكم على حسب الرغبة ديالكم وغادي نديروهم في الفرن حطي طيبو وهذا غادي يكون الشكل ديالهم النهائي كيفما كيبان لكم الشكل ديالهم كيجي جميل جدا والمضاق رائع هادو درت فيهم النافع وحبة حلاوة كيفما بان لكم عندي السانوج وعندنا شوفان وكيفما كيبان لكم السانوج وزرعت الكتان ودرت احتبوا دور ديال الخشخاش والسماق كيفما كيبان لكم ممكن نزينوا باي حاجة عجبتنا وهذا الشكل النهائي ديال الخوزات ديالهم كيجي ورائعين لدادو صحيين كيفما كيبان لكم راهم صيبنا من دقيق الشعير ومن البلبولة كنتمنى الوصفة ديالي وما تكون رقدكم وعجباتكم ما تنسوش تبختجوا مع الأصدقاء ديالكم والأحباب ديالكم ودعموني دائمان بلي لايك وديروا ابوني وما تنسوش تفعيل جرس هكدا غديوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وصلت معكم نهاية الفيديو تنتمنى لقاكم بخير وعلى خير فيديوهات مقبلة وتابعوني دائمان عندي الجديد والجديد من الوصفات وكنتمنى الوصفة ديالي وما تكون عجباتكم وكيفما كيبان لكم تيجوا خبيزات كيشهيو وبسلام الفيديوهات اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة